موسائل خير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن القرار التربوي اللي خده الاهلي ضد السباح العالمي اسحاق حلمي لانه تكلم بألفاظ غير مناسبة مع سكرتير النادي ومجموعة من اعضاء اللجنة التنفيذية وبعد اعضاء النادي وازاي كان القرار قوي بيحافظ على مبادئ الاهلي وقيمه وكان القرار بان يعتذر اسحاق حلمي لمن اخطأ في حقهم وبصيغة تقررها اللجنة العليا للنادي وان يكون الاعتذار بحضور اعضاء اللجنة العليا واللجنة التنفيذية وكل من حضر وقعت خطأه مع نشر الاعتذار بلوحة النادي لمدة شهر وبالفعل نفذ اسحاق حلمي قرار النادي النادي رعى تاريخ وقيمة اسحاق حلمي لكن في نفس الوقت ما فردش ابدا في حقوق النادي ومبدئه واخلاقياته وده اللي مشي عليه الاهلي طوال تاريخه واتكلمنا عن وفاة احمد حشمت باشا اللي اهدى الاهلي كاس اول بطولة يتم تنظمها في ملعبه وعن حصول الاهلي على قطعة ارض جديدة وقرار اللجنة العليا ان الارض دي يتبني عليها ملعب كرة قدم جديد يتضمن مدرجات ومقصورة ملكية ومدمار العاب قوى الملعب ده اصبح الملعب الرئيس للاهلي اللي هو استاد مختار تيتش واتكلمنا عن اول فكرة لانشاء حمام سباحة في الاهلي سنة 1926 الفكرة اللي اتأخر تنفيذها لمطلع الاربعينيات وعن اتخلعبة الجلف في النادي وانشاء مصرح ليصبح النشاط الفني والثقافي طوال العام مش في المناسبات بس واتكلمنا عن اقتراح اسكندر فاهمة فندي بشأن عمل علامة للاهلي يعني شعار وكان اول شعار للاهلي عام 1926 الشعار اللي اصبح العلامة التجارية للاهلي واخيرا اتكلمنا عن الاعلان اللي تضمنه التقرير الختامي عن حالة النادي اللي بيصدره النادي سنويا للعرض على الجامعية العمومية وبيتضمن كل اللي قام به النادي من النواحي الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية والتقرير الماضي التقرير الختامي اللي بيتوزع على الاعضاء قبل انعقاد الجامعية العمومية كان متضمن اعلان عن بولبولة مصر وسألنا يا طرى مين بولبولة مصر بولبولة مصر كان لقب الفنانة الكبيرة السيدة ام كلثوم طب ليه تعمل الاعلان في التقرير الختامي للنادي الجامعية العمومية كان معادها خمسة وعشرين نوفمبر الف تسعمية سبعة وعشرين والحفلة معادها اربعة ديسمبر وعلشان اكبر عدد من الاعضاء يشوفوا دعوة الحفلة تم عمل الاعلان في الصفحة الاخيرة للتقرير اللي بيتوزع على كل الاعضاء وزاي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشة ده الاعلان مكتوب فيه بعشرين قرشا صاغا يمكنك التمتع بسماع بلبلة مصر الانسة ام كلثوم على تختها المشور بصالة النادي الاهلي يوم الاحد الموافق اربعة ديسمبر سنة الف تسعمية سبعة وعشرين الساعة التاسعة مساء الدعوة خصوصية لحضرات اعضاء النادي فقط تطلب التذاكر من مكتب السكرتاريا ومن محصل النادي في اللي يام دي الاهلي وزاي ما قلنا قبل كده كان بيعمل حفلتين كبار في السنة حفلة احتفالا بتأسيسه بتكون في شهر ابريل وحفلة ليلة عيد الفطر وكانوا بيتعملوا في دار الاوبرا لكن الاهلي ما كانش بيكتفي بالحفلتين دول كان بينظم حفلات طول السنة اما بتكون حفلات بتحييها السيدة ام جلسوم او كبار المطربين في الوقت ده او حفلات فنية ثقافية بتتضمن مونولوجات وقصائد شعرية الاهلي ما كانش بمجرد نادي رياضي كان نادي رياضي وثقافي واجتماعي وفني كان ملتقى المصريين في كل المجالات ترجمة نانسي قنقر